حققت الصادرات السلعية المصرية معدل نمو ملموس خلال شهر يناير 2024 حيث بلغت 3 مليارات و 12 مليون دولار مقابل 2.887 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023 مشيرا إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعا بنسبة 40% حيث بلغت 4 مليارات و 476 مليون دولار مقابل 7 مليارات و 520 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023 وقال الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية سهمت في انخفاض عجز الميزان التجارية بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي حيث بلغت 1.464 مليون دولار مقابل 4.634 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي جاء ذلك في سياق أحدث تقرير طلقه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات حول حركة التجارة الخارجية لمصر خلال شهر يناير 2024 ترجمة نانسي قنقر